إن شاء الله كل التوفيق لفرقتنا كلنا ثقة خاصة بعد الأجواء وبعد المباراة اللي فاتت بعد المباراة اللي فاتت ليه؟ لأن المباراة اللي فاتت كانت مباراة مهمة جدا جدا على مستوى المشوار الأفريقي على مستوى عودة الثقة وبصراحة كمان مسيماني بقى في المعسكر كمان قمة التركيز كان موجود في المعسكر هناك فيه طبعا الكونغو في القوتيل اللعيبة مركزة جدا بدرجة كبيرة جدا الأستاذ عمري فاروق كان بيقوم بدور أكثر من رائع واقف حتى بيستقبل اللعيبة هم نازلين الروح ديت الروح ديت لما أنا لو لعيبه نازل ويعني أحد أعضاء مجالس الإدارة الوزير الصابق طبعا الأستاذ عمري فاروق بيستناني وبيحييني دي دي هو ده النادي الأهل هي دي الروح أعتقد كمان اللي كانت يعني ليها مدلول أكثر من رائع وأفادت اللعيبة جدا خارج المستطيل الأخدر التركيز الكبير التفاؤل كمان في وجه حسين الشحات كل ده كمان يعني ده كمان أكيد بيبركلهم بعد المباراة يعني أكيد بعد المباراة كانت هذه الأجواء ده كمان قبل الماتش يعني ده هو يعني كمان حتى يعني إخواتنا في الإعداد بيقولونا ده كان قبل الماتش يعني الروح كمان اللي بيديها السيد العمري فاروق للعيبة والثقة اللي موجودة عايز أتكلم كمان على مسيماني والتركيز اللي جوه الملعب الكابتن سيد عبد الحفيز بيقوم بدور أكثر من رائع لو في الصورة عندنا سعد سامري اللي ما بيلعبش ومش متواجد لكن روح موجودة مع الفرقة مسيماني اللي قريب جدا من اللعيبة يعني كانت كمان الأجواء هناك يا سهام كل دي برى المستطيل الأخضر لكن ليه عامل مهم جدا جدا في الظهور الرائع اللي ظهر بين نادي الأهلي في مباراة بيتا كلب أكيد وكان واضح جدا من خلال بقى متابعتنا اليومية مع طبعا كريم أحمد اللي أنا بوجه له التحية تاني برضو على يعني المجهود اللي بدلوا في أجواء كانت أكثر من صعبة أنا بعيش في الحرقاء أعيش في الرطوبة لا يعني الرطوبة بتمنع النفس خاصة للريادين طبعا طبعا فالنهارده يعني النهارده يعني عايزين نحي فرد فرد في البعثة نحي كريم أحمد طبعا اللي أدى أداء رائع الحقيقة مجهود الحقيقة يعني يشكر عليه ده أكتر 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 من رائع كان مشوار حلو قوي والحمد لله ربنا وفقنا فيه اشتركوا في القناة